استفحل العدو الإسرائيلي في عدوانه على البلدات الجنوبية اللبنانية وخرقه المستمر لما يسمى بقواعد الاشتباك التي لم يعد يلتزم بها طوال الأيام الماضية وجديد هذه الخروقات هجوم بسلسلة غارات نفذتها طائراته الحربية والمسيرة وبتوقيت متزامن على أربع قرى في ثلاثة أقضية أعمق هذه الغارات كانت على البيساري الواقعة في قضاء صيد الزهراني حيث أطلقت طائرات معادية صاروخا على أراضي حرجية في تلة تبنى الواقع عند أطراف البلدة وعلى عمق أكثر من 27 كم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية في قضاء النبطي استهدف الطيران الحربي أحد المنازل في بلدة جبشيت بالصواريخ ودمره تدميرا كاملا كاميرا الجديد عينت مكان الغارة الذي يقع على عمق يصل إلى 14 كم عن أقرب نقطة حدودية وقد أظهرت المشاهد حجم الدمار الكبير الذي أصاب المبنى المستهدف والأضرار التي لحقت بالأبنية المجاورة نتيجة عصف الانفجار وتطاير شظايا الغارة وأجزاء من المنزل المستهدف في قضاء صور شنت الطائرات الحربية غارات بالصواريخ استهدفت مبنى في منطقة المشاع بين المنصور ومجدلزون بالإضافة إلى غارة على بلدة الحنية الواقعة قرب زبئين نتج عنها إصابة سيدة بجروح طفيفة العدو الإسرائيلي علق على هذه الغارات وزعم أنها استهدفت موقعا عسكريا وعددا من البنى التحتية العسكرية لحزب الله في جبشيت والبيسارية والمنصورة ردا على استهداف قاعدة ميرون الجوية قاعدة المراقبة الجوية ميرون في جبال الجرمق كانت على موعد مع هجومين منفصلين أعلنت عنهما المقاومة الأول مع ساعات الصباح الأولى حيث جاء الهجوم ردا على الغارة على بعلباك وباستخدام عدد كبير من الصواريخ وشدد الحزب في بيانه على أن عملية الإطلاق حصلت من راجمات عدة وفي هجومين متزامنين في ساعات بعض الظهر استهدفت المقاومة قاعدة ميرون للمرة الثانية بدفعة من صواريخ ضد الضروع ما أدى إلى إصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل وللمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر استهدف حزب الله مقر قيادة الفرق 146 في مستوطنة جعتون بالجليل الغربي بصواريخ الكاتيوشا وحقق فيها إصابات مباشرة قاعدة جعتون هي قاعدة عسكرية تقع قرب مستوطنة نهارية وعلى عمق أكثر من تسعة كيلومترات عن الحدود الفلسطينية اللبنانية كذلك أعلنت المقاومة استهداف مواقع رويسات العلم والرمثة في مزارع الشبع المحتلة والمرج بالأسلحة الصاروخية إضافة إلى تجمع لجنود العدو في تلة الطيحة